أنهت المؤسسات الخدمية في محافظة الطفيلة استعداداتها لمواجهة فصل الشتاء من خلال خطة تضمن سيابية الحياة أثناء تساقط الأمطار والثلوج والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في كافة الظروف الطارئة مع بدء فصل الشتاء بدأت المؤسسات الخدمية المعنية في محافظة الطفيلة بالاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال الشتاء القادم لما تشهده المحافظة من ظروف جوية صعبة في كل عام من خلال العديد من الإجراءات والتدابير كل حسب اختصاصه أبرز المشاكل التي ترافق الشتاء هي المتعلقة بالطرق وإغلاقاتها الأمر الذي يقع بشكل رئيسي على عاتق مديرية الأشغال والبلديات في المحافظة حيث قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على إعادة تأهيل بعض الطرق الرئيسية والفرعية والاستعداد من خلال تجهيز خطة الطوارئ والآليات بالإضافة إلى الكوادر والتنسيق مع الدوائر الأخرى بهدف عدم انتكرار الأخطاء السابقة لدينا بحدود 11 فرق تعمل موزعات على طرق محافظة طفيلة تعمل على مدرسة من أجل فتح الثلوج إن شاء الله تسقط هذا العام وهناك معنا آليات بحدود 22 آلية موزعة مع الفرق وكل فرق معها مهندس ومراقب وآليات دعم لوجستي مثل التنك المياه والرشاشة الملح جهزنا خطة الطوارئ كاملة متكاملة من المنظفين الفنيين ومعنيين وكذلك الآليات تم التأكد من جميع مداخل ومخرج العبرات وأماكن تصريف المياه ضمن حدود بلد الطفيلة كبرى التي تشمل العيص وعين البيضاء والحسين والطفيلة وبالإضافة إلى عيمي الآليات ما شاء الله جميعها بحالة جيدة جدا وجاهزة للاستخدام انقطاع التيار الكهربائي وضعفه يعد من أبرز وأهم المشاكل التي تواجه المواطنين في الطفيلة في كل عام ما دعا شركة توزيع الكهرباء إلى الاستعداد من خلال إجراءات احترازية شملت أعمال الصيانة والتطوير للشبكات الكهربائية بالإضافة إلى دعم الكادر الفني في الشركة بالأفراد والمعدات اللازمة تم إعداد غرف الطوارئ الرئيسية في المنطقة في الطفيلة هنا وتم إعداد غرف طوارئ فرعية في منطقة القادسية ومنطقة تفسير ومنطقة الحساء كما تم دعم الكادر الفني في الطفيلة ب13 فني جديد تم تدريبه من ضمن برنامج تدريب معدل هذه الغاية وتم دعم الآليات الموجودة في المنطقة بمجنزرة ورافع ذات دفع رباعي للحالات التي يصعب فيها الوصول إليها عن طريق السيارات العادية الدفع الرباعي استعدادات كبيرة تقوم بها الجهات المعنية لمواجهة الظروف الجوية القاسية خلال الشتاء القادم من أجل ضمان مروره دون أي خسائر في الممتلكات والأفراد وعدم تكرار الأخطاء السابقة